حط الحجرة في السكر على النار وانسي انك تروحي للدكتور تاني وفري مصاريف الدكاترة الفكرة دي عملتها معاكم من سنتين بالضبط وهقرارها تاني جابتلي حوالي 4 مليون مشاهدة فكرة كده يا جماعة من ايام الفراعنة والاجداد ولكن جبارة يعني لو اول مرة تشوفيها هتعجبك جدا باذن الله اول حاجة كده لو انت سكنة جنب البحر زي حالتي فانت هجيبي الحجر ده من على شط البحر لو انت مش جنب البحر هتجيبيه من اي صيدلية تقولوليه عايزة حجر طبي وبعد كده بترفعيه على النار لمدة 10 ثواني بالضبط على نارها دي في الوقت ده بقى بنبدأ ان احنا نكون عندنا كمامة الكمامة اللي هنستخدمها لازم تكون جديدة شريها كده من الصيدلية جديدة اول استخدام لها للعلمة هينفع تستخدميها اكتر من 10 مرات الوصفة دي يا جماعة تريحنا من حاجات كتير جدا والبرقة في اجدادنا بقى لان الحاجات دي زمان اما كانوا بيعملوها ما كانوش اصلا بيروحوا لدكاترة هنبدأ كده نفتح الكمامة بالطريقة دي ايوة يعني هتلاقي الكمامة كده يعني عبارة عن طبقتين هنجيب الوقاص كده ونقص الجزء ده بحذر كده علشان ما نقصش الكمامة كلها ونفتح كده بادينا نواسط على الجزء ده من يمة الجناب ايوة بالطريقة دي الناس اللي اول مرة تشوفني انا اسمي استراء فتحي يلا بصورة على لايك للفيديو وتابعوني واكتبولي في الكومنتاب بتابعوني من اي بلد او من اي دولة بالزبط الجزء الداخلي بتاع الكمامة ده اصلا بيبقى عامل زي الشاش كده بتبقى عبارة عن طلت طبقات الطبقة الرئيئة دي والطبقتين اللي يمت جوا هنعمل ايه بقى يا استراء هنجيب سكر في ناس بتحط ملح غلطت يا جماعة الملح اصلا لو قاعد عالجلد اكتر من عشر دايق بيسبب تأكل لطبقات الجلد ولقد الله ممكن يعمل لنا كوارث خصوصا ان الحجر هيكون سخن فاحنا هنستخدم سكر السكر ما بيأكلش الجلد اصلا وهنحط على السكر ربع معلقة من زيت الزتون وزيت الزتون ليه فوائد لا تعد ولا تحصى انتي لو دورت كده على جوجل هتلاقي الفوائد بتاعته مفيد جدا يا جماعة في حاجات كتير هنقولها دلوقت هنبدأ بس كده ان احنا نغلب زيت الزتون بالسكر انا هنا حسيت ان انا محتاجة معلقة كمان من السكر فهحط عليهم معلقة كمان من السكر المهم ان السكر يشرب كل زيت الزتون اللي احنا حطناه زيت الزتون يا جماعة بيعاء علاج يعني للم المفاصل والعلاج للغضريف وعلاج للخشونة وعلاج ان هو يعني بيمنع الالتهابات وبيمتص الالتهاب نفسه فهنشوف دلوقت ازاي بيمتص الالتهاب ان هو اصلا بيمتص درجة الحرارة فلما بيمتص درجة الحرارة معروف ان الحرارة اللي هي الهادية مش الاوفر بتمتص الام الالتهابات فبتقلل الالتهاب في الجسم تمام هنا بقى خلاص الحجر كان بقى على النار عشر ثواني هنبدأ ان احنا نجيبه كده وندخله جوه الكمامة الوصفة دي هتخليك تقولي وداعا للدكاترة خصوصا الناس اللي عندها فوبيا من الدكاترة زي حلقتي كده المهم هنبدأ ان احنا نجيب الحجار كده ونحطه فوق السكر وهنعمل بقى طبعا الكمامة بتتمط معنا هنبدأ ندخل الحبلين بتوع الكمامة دول بالعكس كده علشان تتقفل تلقائي هتيجي بقى عند ظهرك كده عند العمود الفقري وتبدأ تفريديها وعند المفاصل بتاعت الايد مفاصل الرجل اسفل الرقبة عند الاضلاع بتاعت جسمنا عند الكتف كمان الناس اللي بتشتكي من الخشونة الناس اللي بتشتكي من قلم المفاصل وقلم اسفل الظهر وقلم اسفل الرقبة الناس اللي عندها الاتهابات في المفاصل بتسيب الوصفة دي على جسمك او في المكان الملتهب او فيه قلم لمدة ربع ساعة بالزبط وبعد ربع ساعة بتاخد الحجر تاني تسخنيه وتستخدميه تاني تقدر تستخدميها كل يوم لمدة أسبوع ان شاء الله هتمنعقال الظهور للتهابات مرة تانية وكمان هتعالج الناس اللي مستهونة بالموضوع لا هو فعلا بيعالج جدا الألام ديات والأوجاع ديات وبيخفيها نهائي لو عجبكم الفيديو بقى لايك وشيره اكتبويني في الكومنتات انتم بتتابعوني من أي بلد بالزبط بحبكم جدا في الله واشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم